ثم بعد الأرض كان في عصر اسمه الآباء ثم عصر القضاء وابتدى عصر الملوك مبتدى من الملك شاول وبعده الملك داود اللي جهز لبناء بيت الرب اللي بناه سليمان بعد سليمان انقسمت المملكة وعند انقسام المملكة الله كان بيتعامل مع المملكة الجنوبية مع ملوك يهوذة أغلبهم كانوا أو جزء منهم كان فعلوا ما هو مستقيم في عيني الرب وطبعا بقي هذا الوضع بين مد وجزر بين انتعاشات روحية وبين التراجع إلى السبي الأول السبي الآشوري سنة 722 قبل الميلاد وبعدها السبي البابلي سنة 586 يعني سبوا يهوذة إلى منطقة بابل وكما تم كلمات الرب عن طريق الأنبياء انه رح يرجعوا بعد سبعين سنة في فترة حكم بلاد فارس فحسقيال تنبأ وارمياء تنبأ والنبي دانيال تنبأ عن هذا الرجوع وانه الله استخدم كورش اشعية 45 اول 3 أربع أعداد وسمى هذا الاسم قبل 180 سنة من رجوع طبعا الشعب يعني ما كانتش موجودة أصلا مملكة مادي ومملكة فارس فمنشوف معاملة طلعة من سفر التكوين إلى رجوع إسرائيل ومنشوف أيضا كانوا تحت الحكم بعد موت الإسكندر بحسب نبوة دانيال انقسمت مملكته إلى أربع جنرالات ولكن الوحي بركز على مملكتين مملكة السلقيين في سوريا ومن مملكة البطالسة أو من بطليموس في الجنوب في مصر والمملكتين المسكورة في الوحي بيتنازعوا على أرض فلسطين قديما اللي هي الأرض المقدسة لأنه كانت المنطقة تعتبر جسر بين ثلاث قارات فاللي ينتصر ويأخذ هذه المنطقة هو الذي يحكم كل هذه المناطق طبعا من ناحية مادية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية أيضا حربية والسياسية أيضا وهذا تم ضل استمر إلى فترة أنتيخوس أبيفناس اللي قدم ذبيحة محرقة خنزيرة على مذبح حيكل الله اللي بسميها الكتاب بحسب نبوة دانيال رجسة الخراب أو النجاسة اللي تمت في أقدس مكان عند اليهود أنه عم تقدم ذبيحة خنزيرة ضد تعليم اليهود فقامت الثورة يعني اللي هو المجتمع الحسموني أو ثورة المكابيين وأخيرا طبعا انتصروا وحكموا فترة زمنية إلى مجيء الرومان عن طريق بومبي أخذ كل المناطق وطبعا ابتدأت المنطقة تزدهر في أيام يوليوس قيصر وبعده أغسطس قيصر وصلت إلى العصر الذهبي وهذا مهم جدا فأيام أغسطس قيصر ولد يسوع المسيح فكل هذا التاريخ كان بركز الوحي على شخص الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة